دكتور ما هي الخطة العلاجية لهذا المرض؟ أو كيف يتم تشخيصه ومعالجته؟ مررنا بالأعراض وتعريف المرض لكن كيف يتم علاجه؟ هل يوجد علاج أصلا؟ فنلجأ الخيار دوائي في الحالات المتوسطة إلى الشديد لكن في الاكتئاب الأعراض تكون أكثر شدي وتميل للاستمرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين في راديو الثورة في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بدقائق لنناقش حالة هامة ألا وهي حالة الاكتئاب؟ وهل هو مرض أصلا؟ تلك الحالة التي يتصف بها المريض بالحزن والأسى الدائم والشعور بعدم الاهتمام للكلام أكثر حول هذا الموضوع تابعونا بعد التقرير الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورا دائما بالحزن وفقدان الاهتمام ويسمى أيضا بالاضطراب الاكتئابي الرئيسي أو الاكتئاب السريري وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية قد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية وأحيانا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش يعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكنك الخروج منه ببساطة قد يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل ولكن يجب أن لا تثبت عزيمتك إذ يتحسن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما أهلا وسهلا بكم متابعين من جديد لمتابعة الكلام في سياق الاكتئاب والحالة النفسية هذه ورحب بضيف هذه الحلقة الدكتور أحمد العثمان الاختصاصي في طب النفسية حياكم الله دكتور أهلا وسهلا حياكم الله دكتور أحمد في مطلع هذه الحلقة لو تحدثنا عن مرض الاكتئاب وهل هو مرض أصلا نعم الاكتئاب نعم هو مرض وهو مرض شائع وخطير لكن يجب أن نميز ما بين الاكتئاب والحزن الطبيعي طبعا أي شخص معرض لشدات الحياة فقدان شخص عزيز عليه أو ممكن مثلا خسارة مادية فهذا الشخص من ردود الفعل الطبيعية أن يشعر الإحباط أن يلجأ للعزلة أن يشعر بمشاعر اليأس لكن في الاكتئاب الأعراض تكون أكثر شدة وتميل للإستمرار فحتى أنه شخص مرض الاكتئاب يجب أن تستمر الأعراض لمدة أكثر من أسبوعين وأن يكون لها أثر على هذا الشخص حيث يتأثر أداءه على الصعيد الشخصي على الصعيد الأسري على الصعيد الاجتماعي تلاحظ تراجع في الأداء شخص طالب في الجامعة ممكن أن يحصل تأخر في تحصيله الدراسي طبعاً الاكتئاب مرض شائع كما ذكرنا نسبته 3 إلى 5 بالمية نعم دكتور ذكرت ونوهت الكثير والكثير حول الأعراض ما هي أعراض هذا المرض؟ أعراض الاكتئاب هو طيف واسع من الأعراض لعل من أهم أعراض الاكتئاب المزاج المنخفض الشعور باليأس الشعور بالإحباط فقدان الطاقة الشعور الدائم بالفتور بالكسل بالخمول أيضاً نلاحظ أن يوجد لدينا مشاكل في النوم وغالباً ما يكون صعوبة في النوم أو ممكن أحياناً الاستيقاظ الصباحي المبكر كذلك اضطرابات في الشهية نلاحظ لدي هذا المريض اضطرابات في الشهية وغالباً ما يكون لديه ضعف أو قلة في الشهية للطعام نعم دكتور ذكرت أنه عند الكبار ممكن أن تكون نتيجة خسارة مادية أو خسارة أحد فيكون الاكتئاب واضح الأعراض لكن عند صغار العمر الذين لا يميزون بين فقدان الشخص أو فقدان المادي أو إلى ما هناك كيف تتجلى هذه الأعراض ويوجد الكثير من صغار العمر وشخصه بالاكتئاب نعم طبعاً أعراض الاكتئاب تختلف حسب الجنس وحسب العمر فنلاحظ أن الأعراض الاكتئاب عند الأطفال الصغار تميل إلى الحزن البكاء تعلق الشديد بالوالدين الخوف من فقدان الوالدين القلق الشديد من فقدان الوالدين كذلك عدم الذهاب إلى المدرسة ممكن أن يتظهر الاكتئاب عند الأطفال الصغار بأعراض جسدية فنلاحظ انخفاض في الوزن عند الأطفال نلاحظ أعراض نقوصية كالتبول اللا إرادة نلاحظ اللجوء إلى إساءة استعمال المواد وقد بالمراحل الأخيرة التفكير بمحاولة لإنهاء الحياة دكتور ذكرت أنه من الممكن أن يتعاطى مع المواد بشكل خطر أو من الممكن أن يكون له جوه الخاص في المدرسة أو في البيت فهل يوجد عوامل خطر يسببه الاكتئاب على أجهزة الجسم عامة؟ أكيد الاكتئاب له تأثير كبير على الجسم نلاحظ أنه له تأثير على النوم مثل ما ذكرنا أنه يسبب غالبا مشاكل في النوم له تأثير على الوزن غالبا الاكتئاب يؤدي إلى انخفاض في الوزن لوحظ أن الاكتئاب يزيد من الصداع بنسبة ثلاث أبعاث يزيد من آلام المفاصل يزيد من آلام الرقبي والظهر أيضا الاكتئاب له تأثير على الجهاز الغضمي فكثير من المرضى الاكتئاب لديهم مشاكل في الكولون لديهم مشاكل في الأقياء إسهال وما إلى ذلك دكتور هل يوجد أمراض معينة جهازية من الممكن أن تؤدي إلى حالة اكتئاب كون أن الجسم يمر في حال الضعف شديد؟ الاكتئاب يخطي كثير من الأمراض نلاحظ أن الشخص الذي يعاني من مرض عضال أو مرض مزمن أو آلام مزمنة هذا قد يكون مؤهب لحدوث الاكتئاب لديه شخص أصيب بمرض عضال كما ذكرنا سرطان أو شخص تعرض لإحتشاء دماغي أو إحتشاء في العضل القلبي هذه من المؤهبات التي قد تؤدي إلى حدوث الاكتئاب دكتور ذكرت أن المرضى الذين يتعرضون إلى مرض عضال أو مرض مزمن شديد فمن الممكن أن يكون هذا مؤهب لحدوث مرض أو حالة الاكتئاب غالبا ما نرى الرجال المسنين أو رجال كبيرين في العمر يتعرضون لحالة الاكتئاب فكيف يشخص هذا المرض وكيف تبدو أعراضه؟ الكبار السن الأعراض الاكتئاب تتشابه مع أعراض الخرف فكثيرا ما يتم التشخيص الخاطئ كبير في السن ممكن أن نعزو هذه الأعراض التي يعاني منها إلى مشاكل الشيخوخة والتقدم في السن فغالبا كبار السن الذين يعانون لنا الاكتئاب لديهم مشاكل في الزاكرة نسيان، ضعف التركيز، قلة الانتباه الحزن ليس هو العرض الرئيسي لديهم أيضا يعانون عدم القل في الكلام مثلا الشكايات الجسدية، الألام المزمنة، الوهن العام عدم المشاركة في الأنشطة وهذا من الممكن أن لا يتم مراجعة الطبيب بشأنه لأنه من الممكن أن يعتبر مرض الخرف أو نهاية العمر تماما ممكن أن يتم التشخيص الخاطئ أن هذه أعراض تتماشى مع أعراض تقدم في السن والشيخوخة أي الخرف نعم، دكتور ما هي الخطة العلاجية لهذا المرض؟ أو كيف يتم تشخيصه ومعالجته؟ مررنا بالأعراض وتعريف المرض، لكن كيف يتم علاجه؟ هل يوجد علاج أصلا؟ أكيد، زكرنا أن الاكتئاب هو مرض، فمرض يوجد له علاج العلاجات ممكن أن يكون علاج دوائي أو ممكن يكون علاج غير دوائي جلسات إرشادي وإلى ما هناك؟ تماما، طبعا الحالات البسيطة إلى المتوسطة لا نلجأ إلى الأدوية نكتفي مثل بالتدخلات النفسية الاجتماعية، العلاج النفسي الداعم، بعض النصائح المقدمة لهذا الشخص وهذا يكون من قبل الكادر الطبي والطبيب النفسي ولا يكون من قبل أي شخص عادي مثلا؟ أكيد، النصائح المقدمة يجب أن تكون من كادر متخصص، سواء طبيب نفسي أو سواء عامل في الصحة النفسية نعم، وبالنسبة للعلاج الدوائي؟ العلاج الدوائي يوجد الكثير من الأدوية الأدوية طبعا كما ذكرنا أنه راح تشتغل عن نواقل العصبية اللي هي قد تكون من أحد أسباب الاكتئاب فنلجأ الخيار الدوائي في الحالات المتوسطة إلى الشديدة ممكن أن نلجأ للأدوية مع تركيز وتقديم النصائح للمرضى أنه الدواء ليس هو عبارة عن مهدئات أو ليس هو مسكنات أو لا يسبب الإدمان كما هو شائع الدواء يحتاج لوقت ليبدأ تأثيره فممكن الدواء حتى يبدأ بتأثير ويعطي مفعول نحتاج إلى أسبوعين وقد يتأخر إلى أربع أو ست أسابيع إذن من الممكن أن نجد مرضى يعني يأخذون الأدوية ولا يشعرون في تحسن بأول أسبوع فيلغون الأدوية أكيد، وهذا يعني أمر خاطئ أكتير هذه الحالات كنت صادفنا بالعيادة شخص أخذ الدواء خلال أسبوع أو أسبوعين ما لقى نتيجة أو تحسن فإذا غابت عن زهن الطبيب أنه ينبه مريضه عن آلة تأثير الدواء فأكيد المريض أخذتنا الدواء أسبوع أو أسبوعين ما لقيت نتيجة رح أترك الدواء نعم، دكتور في نهاية هذه الحلقة ما هي نصائحك لتجنب هذا المرض أو لتجنب الحالات البسيطة منه؟ أهم شيء بالنسبة للوقاية من الاكتئاب، الشخص لا يعيش في عزلة يعني تفعيل العلاقات الاجتماعية، تفعيل الروابط الأسرية، اتباع نمط حياة صحة ممارسة الرياضة، الرياضة المشي كتير مفيدة لتحسين المزاج 30 دقيقة في اليوم أو على الأقل 10 إلى 15 دقيقة تنظيم النوم، النوم الكافي، ضرورة لصحة الجسم والعقل، النمط الغذاء الصحي، نبتعيل عن الدهون، نبتعيل عن السكريات، الخضار، الفواكه الطازجة ممارسة الأنشطة التي ممكن تجلب المتعة للشخص، الذهاب للتسوق، مشاهدة مباراة لكرة القدم أي شيء من الأنشطة التي ممكن أن تجلب السعادة لهذا الشخص دكتور أيضا من الممكن أن يكون العلاقة بالله سبحانه وتعالى والعلاقة الدينية للشخص أيضا تأثير على مرض الاكتئاب أو على الحالات من الممكن أن يحدث عند المريض مشكلة معينة أو فقد معينة كما تفضلت في مطلع الحلقة فمن الممكن أن يأتي إلى قراءة القرآن وإلى الصلاة وإلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فهل هذا أيضا له تأثير على هذا المرض؟ أكيد الدين هو عامل وقاية وهو علاج أحيانا مساعد في الوقاية وفي العلاج من الاكتئاب أو حتى الانتحار فممارسة العبادات اليومية، الأذكار، ورد يومي من القرآن كل هذه الأمور تساعد الشخص في الوقاية أو حتى العلاج من الاضطرابات النفسية على رأسها الاكتئاب والانتحار نعم شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عثمان الاختصاصي في الأمراض النفسية حيئكم الله وإلى هنا أعزائنا المتابعين نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة أملنا من المولى عز وجل دوام الصحة والعافية دمتم في أمان الله